اشتركوا في القناة 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 وبتعليلي معدلات الحرق بتزبطها لي بتعليج لي أي مشكلة فيها طيب يعني أنا لو بحب الأكل قوي أقدر أكل النفسي فيه دي الميزة بقى أقدر أكل كل الحاجات اللي نفسي فيها وأقدر أكل حاجات حلوة كمان لإن أنا ما بحر نكيش من حاجة وملعبش رياضة لإن أنا طبعا الكوس تابي سابويتر حيطة بتاعت الرياضة دي جدا لإن أنا زي ما قولنا حوارق وبدايل للجيم والتمرين لإن برضو أنا مش هقول حد عنده 130 كيلو ميزان يلعب رياضة هو كده بيتعب العظم بتاعه بالزبط إحنا كده بنعمل مشكلة تانية وبعدين لو رحنا لأي دكتور يا هند دلوقتي أول حاجة هيقولها لك خسي ورجعي دكتور عيزناهم أي دكتور بطنة دكتور حملة تكايوسات هيقولك خسي ورجعي بالزبط ليه لإن أصلا التكايوسات هي إيه هي دهون في البطن الصفلي فنبتدي فورا إحنا نقضي عليها بدون أي تدخل جراحي علشان يبقى فيه سرعة للإنجاب يبقى إحنا يا جماعة دلوقتي عندنا أي مشكلة صحية نتصل على الأرقام اللي على الشاشة فورا نسألهم على الكورس المناسب طب ليه أنا بقول نسأل على الكورس المناسب لأننا حالتي الصحية غير حالة هند الصحية فبالتالي كل حالة الصحية هي اللي بتقولي أديله كابسولات إيه أديله نقاط عاملة زي أديله جرعة نقاط كم مرة في اليوم لأننا لو حرقي كويس ما بحتاجش أخد جرعتين في اليوم نقاط ممكن أخذ مرة واحدة وده طبعا بيحدده الفريق الطبي في المتابعة يعني الدكتور دكتور ريم هو اللي بتابع الحالة من أول يوم ما بتاخد الكورس لغاية ما بيزبط الوزن اللي هي عايزة بالزبط وبيعرف حالتها إيه يعني كلها يعني بالزبط بالزبط إحنا بنبتدي معاك من أول المكالمة أول سؤال وزن سن طول حالة صحية أماكن تمركز دون آخر مرة عملنا دايت كان قمت عشان نحاول نفهم حالة الجسم في الحرق عاملة إزاي فبالتالي ببتدي أحددلك الكورس المناسب بتغديب تبتدي معايا من أول يوم الكورس بيوصلك إن شاء الله في خلال ثلاث أيام بتوصلك الكورس بتبتدي معايا متابعة مجانية خلال فترة الشهر بأمر الله أقل حاجة تبقي نزلها 18 كيلو طب أعلى حاجة في ناس بتنزل 22 كيلو في ناس تنزل 20 كيلو وفي خلال وقت وجيز والأهم من كده إن حاجة أمنة جداً فعيلة جداً إن تيجب بمعاكي من أول أسبوع وبدون حرمان أيام ودي أهم حاجة معايا قبل وبعد يا معتز أهم حاجة إن إحنا بس مش بنتحرم الأكل اللي إحنا نفسنا فيه لأن أنا كل الناس بتخاف من فكرة ضعيتي هند علشان خاطر إيه أنا مش هيكل رز مش هيكل مكارونة مش هيكل عيش بتمنع الكويب خالص وبتدي يسمعها ينقص فيتومنت فبالتالي يبتدي يحصل شحوب في البشرة والسفرار وكل ده تعالي يا دكتور ريم نشوفوا الحلقة قبل وبعد أنا عايزكي تشوفي بقى منطقة البطن عايزكي تشوفي منطقة البطن فيها أي تمركز في أول صورة آه طبعاً برزة جداً وكبيرة جداً هي دي البطن اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عنها دهون حشوية عنيدة ما بتتشلش بسهولة دي صعبة في النزول يا ريم بالضبط أنا هنا واضح معايا جداً النتيجة اختلفت في خلال فترة شهرين أنا نزلة فرق بين السورتين 30 كيلو إحنا 30 كيلو أول حاجة تنحطت معايا منطقة الأكتف والبطن أعلى دهون في الجسم فده معناه من تقنية الميزوستيرابي اللي جوه الكابسولة فاتتت لي تماماً الدهون دي الدهون اللي هي بالضبط العنيدة لأنه أنا بابقى خايفة أنا بابتدي الكوش بابقى خايفة يا جماعة أننا منطقة البطن تفضل هي الوحيدة اللي برزة والجسم كله ترسم لا أنا بأضي على المناطق اللي دهونها عالية من الأول هي البرزة الأول وبعد كده بينحطه بينحط بقيت الجسم بالضبط فبالتالي أنا بوصل للنتيجة دي في خلال فترة وليلة جداً شهرين وأهم حاجة أني من غير محرم نفسي من حاجة طيب الحالة هنا كان عندها غضة ضرقية غضة ضرقية دي معناية هند أن أنا ما عنديش حرق الزير وحرق في الجسم بالضبط يتصل بيكي مكتائب ومش عايز يتكلم ومش عايز يجرب ومش عايز ياخد الخطوة أول ما يبتدي يفهم أنه مش هيحرم نفسه من الأكلات اللي بيحبها بيبتدي ياخد الخطوة معنا فوراً طيب بصي الحالة بقى الثانية بصي الحالة بقى الأول بصي الرشاقة بالضبط الأول أنت كان عند الجسم كله سمنة سمنة مفرطة يعني بصي بالضبط كلكيع وضهون في كل محاور الجسم أصبح في تاني سورة بعد ما بطنينا الكورس بشهر ونص دي النتيجة اتنحت معايا منطقة الوسط اتنحت معايا الأكتاف والأجناب الموازية للأرداف والأرداف كل الجسم اتنحت بشكل كامل شهر ونص النتيجة بتاعتي مختلفة تماماً في شهر ونص ليه لأن أنا نازلة وزن ومقاس مش بس وزن ليه بقى بقول وزن ومقاس؟ لأن اللي يبان في الشكل معايا أكتر المقاس مش الوزن يعني لو أريد أن نوصل للصور الرشيقة دي نقدر نطلب من الأرقام الموجودة على الشاشة أو عن طريق الواتساب أو عن طريق صفحتهم الوحيدة على الفيسبوك وهتكون معنا دلوقتي على الشاشة أنا ليه بقولي الوزن كمان ما بيفرقش معايا قد المقاس لأن المقاس ده معناي أن أنا بعمل للجسم ريشايبنج أو محتل القوام تفتيت للخلية الدونية العنيدة فبالتالي أنا ممكن أبقى نازلة على المزان خمسة كيلو بس في المقاس نازلة مقاس كبير جداً فاللي يشوفني يقولي أنت مستحيل تبقي نازلة خمسة كيلو فقط أنت أكيد نازلة أكتر من كده وانت بالداري عارفة العجال دي فلا أول خسارة الوزن يا جماعة مكسب وأنا عايزة الناس كلها تبتدي تاخد الخطوة دي هنت البوسي دي بتبقى معتمدة على الإرادة والعزيمة يعني مش آي حد بيقدر ياخد الخطوة دي عشان بيبقوا تجربوا كتير بس أنتوا لما تيجوا تجربوا تجربوا حاجة مصرحة من وزارة الصحة بزبط ده كاترة بيتابعوكم من أول الحالة لغاية ما الوزن بينزل يعني فيها أمان من كل ناحية بزبط وأرقامهم وصفحتهم أيوة يعني بيش هيدوكم أونلاين وبعد كي هتلاقي مع ملكو بلوك أيوة دي الشركات اللي هي ما نحيش أي أساس من الصحة بتخديها ويختفوا لا أنا بديكي كابسولة بفضل معيكي من أول يوم لآخر يوم في التلاتين يوم أنا ضمنا واثقة في كابسولتي بأمر اللي هي من أول أسبوع نزول وزن بأمر اللي هي من أول أسبوع ما فيش أي سايد افاكت الحرق بيعلى بحل مشكلة يا جماعة الحرق الضعيف يعني أنت لو حرقك متضرر من أول أسبوع أنا بعالج المشكلة يا هند مش بوقف المشكلة لحد ما خص لا أنا بعالجها من جزرها مش بديها مسكن فبالتالي بعد ما توقفي الكورس بتلاقي نفسك معدلات حرق جسمك كويسة بشكله كويس قوي بلس إن حجم معدتك صغر فعمرك ما هترجعني وسنك يا دكتور ريم الصغر يعني أي حد بيعمل رجيم بتلاقيه مثلا السن بتاعه هو مليان بيديله سن أكبر من سنه تلاقيه عندها 30 سنة وبتلاقيها حجة أيوة بالضبط كده عندي حالة نفس اللي انت بتقوليه كده بتمشي في الشارع يقول لها حجة ويا سنها صغير فالوزن بيدي سن أكتر من السنة ومش بنلاقي لبس يا هند وبنعمل نفسية وحشة واكتئام وتلاقيها دايماً أعدل وحدها بتحاول تعمل دايت لا بنلغي نبقى المدرسة القديمة بصي ما فيش الحاجات بتاعت زي العزيمة والإرادة حرام يعني آه بتعذب نفسها على الفاضي ده حقيقي وطبعاً هي مش عارفة بتعامل مع جسمها متتعاملش مع جهاز فهي مش عارفة تحدد معدلات حرقها كويسة أو لا فبالتاني احنا بنترك ده للفريق الطبي علشان دي فريق طبي كامل على أعلى مستوى دي ناس متخصصة وبيفهموا بقى هي الحالة اللي معاهم محتاجة إيه بالضبط بالضبط بتبتدي معاكي من أول يوم تفهم كل اللي جسمك محتاجه وتتديكي الحاجة اللي بتسد معاكي الشهية اللي ترفع لك معدلات الحرق اللي تفتت لك الخلايا العنيدة يعني أنا وانا بقولك احنا الأسئلة بتاعتنا بتبقى الفريق الطبي بيسأل عن أماكن تمركز دهون أنا أصدى لأنه ممكن اللي عنده منطقة بطنة عالية غير اللي عنده منطقة أردايف غير اللي عنده كل المناطق مختلفة كل منطقة بتختلف في الكورس بتاعها بالضبط طب أنا عندي دابل تشين اللي هي بالعامية اللغة أنا باخد حاجة تانية مختلفة تماما كل ده أنا بزبطولك مع الفريق الطبي طب دي خدمة إيه؟ دي خدمة مجانية تماما باخد الخصم النهاردة 65% على قلبة الكابسولات اللي هي المين بتاعت الكورس وباخد عليها الأربع هدايا اللي منهم هدية بخمس هدايا وباخد كمان المتابعة مجانا والشحن مجانا زي ما بنطلع بره كده نروح للدكتور ندفع نص الكشف استشارة أنا النهاردة جاية أقولك مش تدفعي حاجة خالص يعني المتابعة معاكي من أول يوم لآخر يوم مجانا بالضبط مجانا تماما طيب الكورس سعره غالي إحنا برضو كلنا عايزين نحافظ على جيوبنا لا أنا الكورس بتاعي سعره مش غالي هتصدقيني لو قلتلك ثم أقل من وجبة هنأكلها بره وتحافظي بيها على صحيتك وعلى شبابك وعلى شكلك وعلى رشاقتك وعلى كل حاجة لأن دايما هتلاقي السمنة عندنا بخليني مش قادر أتحرك بتعمل خمول يا دكتور ريم وبتبقى بيقلب أنا أدم كسلان ما بيقدرش يتحرك ما بيقدرش يمشي كتير بالضبط ومش قادر يصلي حتى ده حقيقي وبيلبس حاجات أكبر من سنه وبيلبس واسع كتير عشان ما يبنتش أي تفاصيل فبالتالي بيكبر يعني بيتخلي شكله آه بالضبط كل ده أنا النهاردة بكورس علاجي مرخص وزارة صحة مصرية آمن يا جماعة جدا من أول استخدام هنزل من 18 إلى 20 كيلو فترة الشهر طيب أنا نحافظ على الميزانية 65% خاص طيب أنا عايزة هدايا عايزة أصبط معدلات حرق الدون في الجسم كل ده يا جماعة من خلالنا بيحصل يعني أنت هتخذي النهاردة نقط أعشاب بديلة للجم والرياضة قهوة خضرة بديلة للجم والرياضة وبتثبط لي معدلات حرق الدون وبتعليج لي المشكلة أصلا اللي عندي في معدلات الحرق بتخذي أمبول خمس جرعات الأمبول دا اللي هو سحر 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 دا حقيقي من أول الناس بتشكر في قهوة الخضرة عندكم في الكومنتات عندي وبيشكروا في الإبر آه هو الأمبولات بتاعتنا عائزة بيقولوا بيعملوا مفعول سريع جدا نحن بس لمتميزين بيها نحن بس لمتميزين بيها والفكرة بقى بنهاية دلوقتي مش موجودة الأصلي أوراجنا بتركيز الأعلى إلا من خلالنا يعني لو روح تيبتى من برا هتفعTe من مابلغ كبير جدا النهاردة جايبالك هدي بالزبط وما بتكونش الأصلية أنا بقى جايبها لك هدي وجايبالك الأصلية جايبالك اللي بالتركيز الأعلى اللي هتوعد معي خمس جرعات يعني ايه خمس جرعات يعني انا هاخد الانبول بتاع النهاردة هاخد جرعة كل اسبوع فاصبحت الانبولات معي بتكافيني شهر واسبوع واللي ما بيحبش القبر العضل ينفع ياخد على العصير او ميا اه نص كباية مياه او نص كباية عصير لو بنخاف من الحق تهي نفس النتية من 3-5 سنتي كل اسبوع نزول مقاس طيب انا دلوقتي كده هنزل وزني وهنزل مقاسات يعني هعمل ريشيب وهنزل كمان في وزني على الميزان بدل مكان 3 ارقام هشوفوا رقمين من اول استخدام من اول استخدام او عاديك تشوفي نفسك رقمين على الميزان ايه فبامر الله كل حاجة في السمنة انا النهاردة محوطهالك بالكورس بتاعي النهاردة يعني فيش حاجة تحتاجيها من برا مش تحتاجي حتى تاخذي مالتي فيتامين اكسترا مع الكورس ليه انا الكورس بتاعي فيه داخل تكوينه انا حطالك المالتي فيتامين اللي جسمك محتاجها ايه ما كوش اي قلق وبتاخد من اعمار ايه يا ريم بقى احنا بناخد الكورس من سن البلوغ سن 12-13 سنة للاطفال بسن 75 سنة يا هند اه يعني ما لهوش اي اضرار على السن كبير ولا الظغير بالضبط هي دي قلقية اعشاب فيتامينات كلها فواكس طوائية حارقة بتساعدني في حرق الدهون في نفس الوقت في سد الشهية بالقليات بتخلي الدورة الدموية شغالة بشكل احسن بشكل احسن بتلاقي نفسك بتشتغلي بقى غير الخمول اللي انتي بتبقي قاعدة بالضبط بالضبط ايه السمنة بتعمل خمول مش طبيعي واستمنة بتعمل اكتئاب بيقدي الى الخمول ايه وفي ناس ما بتبقاش مريضة في النهاية بتاكل مريضة سمنة اصلا بتاكل مريضة اكتئاب وبيحصل لها ده بسبب ان هي مش عارفة تبطل اكل وبيعندها اكل فعالي ايه فانا فرحانة اوي باكل كتير اوي زعلانة اوي باكل كتير احسن فعلا في الحالتين في ناس بيبقى عندهم دي حالة نفسية بالضبط يعني حد بيبقى مبسوط تلاقيه ياكل حد زعلان ياكل بالضبط فالكابسولة بتاعتكم بتشتغل على سد الشهية وحرق الدهون يعني الحاجتين اللهم بيقابلوا اي حد مريض سمنة بالضبط وفي نفس الوقت انا جايبانك حوارك كتير جدا مع الكوش علشان تفضلي طول ما انت بتاخذي الكوش معدلات حرقك مظبوطة وبعد ما توقفيه بامر الله معدلات حرقك متعلجة تماما من اي مشكلة كانت فيها يعني لو عندي تضرر في الحرق يعني يا دكتور ريم الحرق بعد الكورس ما بيخلص بيبقى شغال طبيعي بقى بالضبط لو هو ما فيش بيدركته بتنزبط شوية بالضبط انا كل المشكلة عندي في الحرق انا بعد ما خلص الكورس اتصلحت تماما وبقتش موجودة مشكلة الحرق زي ما قولنا يا هند انا ما بسكنش المشكلة انا بعالجها من جزورها يعني الخلية الدهنية الام اللي موجودة في اماكن تمركز ذهون بطنة ارضية في اجنب مزدوجة الخلية دي انا بقضي عليها تماما بخليها ما بتبقاش موجودة اصلا لعدم اعادة تكونها مرة اخرى يعني انا بعد نزولي في الوزن ومستحيل ارجع زيد في الوزن تي قولينا بقى يا دكتور ريم الخصم والهدايا حصك انا طيب احنا معينه النهاردة كورس دينامو الدهون يا جماعة كابسوليت بتعملي حاكتين سد شهية اللي هو تكميم طبيعي المعدة نحت قوام اللي هو لو انا عندي اماكن تمركز دهون تبتدي فورا تنحطي اماكن تمركز دهون العنيدة دي يعني كابسوليت بتعملي حاكتين طيب انا باخد عليها خاص من النهاردة 65% نعبد بقى الهدايا اولا انا معايا امبول خمس جرعات اصلي اوريجنل بالتركيز الاعلى بينحطي اماكن تمركز دهون بيعالج لي مشاكل الحرق كلها لموجودة في الجسم الامبول ده بيكافيني شهر واسبوع معاك كمان النقط والاعشاب ومعاكي النهاردة القهوة الخضرة 3 هدايا ترفع لي معدلات حرق دون في الجسم وتعالج لي اي مشكلة في تضرر الحرق في الجسم خاص من 65% كل المنتجات اللي بعد الكابسولة دي شحن مجانا ومتابعة مجانا مرسي معاكي اوى يا دكتور ريم الوقت كان جامل معاكي الفاكرة كانت هلوة ونشوفك بإذن الله الاسبوع الجاي واستنونا بكرة مع دكتور نبينا بوشالة الساعة 10 ونص مع برنامج عالم الأبراج وتسبحه على خير